مع فقرة بشرة رئيف بشرة سنتوقف أولا عند ليالي رمضان وحفل للفنان المغربي مجيد بلقاس كما تعلمين زهرياني مجيد بلقاس من الفنانين المتجددين الذين ينوعون في أساليبهم وأدوات من الموسيقية ويسعدون بالجمع بين الإقاعات الإفريقية والشرقية والانفتاح على ثقافات أخرى في هذه السهر الرمضانية يتعاون مجيد مع الفنان المالي باسيكو كيواتي ليقدم أنغام الموسيقية إفريقية مختلطة بأنغام جناوة بالجاز والبلوز الحفل حضرته شيماء العلام وأعدت لنا الرابورتاج التالي والصورة لمحمد البدوي موسيقى جناوة تستعيد ذكريات حاضنتها الأولى إفريقية مزيج بين الأغنية المالية وتراتيل الزنوج الجناوية صدحت في أمسية رمضانية بعضق التاريخ هي الليلة الأولى الرمضانية والتي تجمع بشكل استثنائي بين مجيد بقاص من المغرب وباسيكو كيواتي من المالي كان لقاء موسيقيا رائعا مزيج بين النغام الإفريقي والمالي والقناوي المغربي وهذا يعطي واحد المزج لأنه أول مرة التقوا بالجوز وأول مرة داروا كيف كيقولوا داروا داروا انغزيدانس دارتيست هنا في الضار بيضا لياني رمضان بالمعهد الفرنسي نافذة يطل من خلالها الجمهور على ثقافات متعددة بروح تسافر بين ألحان هي قبس من ثراتنا الجماعي وعمقنا الإفريقي قدمنا قطع موسيقية مالية وملعوبة بآلات مالية وآلات مغربية خصوصاً آلات الجنبري والقراقب والإقاع المغربي ثم قطع قناوية ويمزوجها بالموسيقى المالية هذا المزيج ما بين الثقافة المغربية القناوية والأنغام الإفريقية جعلنا في واحد الجو الإفريقي متمييز كان اكتشاف داروا ألات موسيقية جدا داروا تقافة جديدة تقافة المالية اللي مزجناها لثمجزات مع الثقافة المغربية وعطت واحد الحفل رائع رائع جدا هي لوحات فنية رسمها خليط الكلمات والألحان عبرت بالجمهور الحاضر نحو لحظات موسيقية تفاعلت معها الروح قبل الجسد